إذا كان المنافقون يصلون يا أخوة سين أنت فرصتك لما وعد يصلك يصوم وما يصلي فرصتك أنت تقول لا كيف إيش تصوم إذا ما تصلي لماذا تصوم أليس إسأل الصيام قد أمر الله به الصلاة أوجب من الصيام لا تقول الصيامك صحيح وتهون عليه الأمر ثم تأتي بكلام فرعي صحيح نترك الصلاة يعني ذنب عظيم لا ما فرصتك الآن و أنت إنسان إعلامي أن تقول لماذا يترك الصلاة و إلى متى يترك الصلاة هل يؤمن بأن الله سيحاسب على ترك الصلاة هل يؤمن بأن أول ما يحاسب مر من أعماله الصلاة كيف لا يصلي و قد قال الله عز وجل عن المنافقين المنافقون يصلون قال و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤنا الناس و يذكر الله لا قليلا كيف أنت مسلم عشرين ثلاثين سنة ما تصلي ما الذي حملك لا ترك الصلاة كسلان رياضي كسلان عن الصلاة تصوم كسلان عن الصلاة إلى متى كسلان لو كان عندك إيمان بأن الصلاة واجبة ركن من أركان الإسلام بل هي عامود الإسلام لقمت وصليت هذه فرصتك أن تدعو الناس إلى أن يصلوا ويحافظوا على الصلاة ما تقول لهم لا هذا ذنب يعني حتى لو قال عنه نبي صلى الله عليه وسلم كفر لماذا قال عنه كفر ولماذا قال بين الصلاة وبين الرجل وبين الكفر والشرك تركوا الصلاة قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين يعني إذا ما صلوا ليس بإخوان لنا في الدين فهذا القول قوي جدا وعليه ظاهر الأدلة أضعف الإيمان تقول هذه مسألة فيها خلاف منهم من قال تارك صلاة ليس بكافر ومنهم من قال تارك صلاة تكاسر كافر أما تأتي وتنفعل إيش الفتاوة هذه الفتاوة دين كأنها كلام جرائد وهم أخذوا بقال الله قال رسوله وتدعو الناس التي تتمسك كتاب السنة هم تمسك كتاب السنة هم أخذوا بكتاب الله وسنة رسوله وقالوا بأن تارك صلاة من تركها فقد كفر قالوا كلام الرسول عصد وسنة ترجمة نانسي قنقر